وصلت بهم البجاحة إلى درجة أن الكيان الإسرائيلي بدأ يعترف صراحة وجهرا أنه هو بيخطط ضرب وتدمير الدولة الإيرانية وإثارة الفوضى داخلها إلى درجة أن أحد رؤساء الوزراء الإسرائيليين اللي هو نفتالي بنت اللي كان تولى رئاسة الوزراء خلال الفترة عشرين واحد وعشرين لعشرين اثنين وعشرين كشف السطارة عن الخطة دي لدرجة أنه قال بالحرف الواحد أنه هو وجه التعليمات بضرب إيران مرتين من أجل تنفيذ هذه الخطة إلى درجة أنه هو طالب الولايات المتحدة الأمريكية بتبني المخطط الإسرائيلي من أجل إثارة الفوضى في قلب الدولة الإيرانية فعلا يا أخي البجحة لها ناسها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبداللهدي من قناة مصر يعني إيه ده؟ إيه البجحة ديت؟ العالم ديت وصلت لمرحلة التبجح المزري إلى درجة أن فيه تصريحات من أحد رؤساء الوزراء السابقين في قلب الكيان الإسرائيلي كشف السطار عن أن الكيان الإسرائيلي تبنى خلال الفترة الماضية ضرب ومحاولة تدمير دولة إيران بالدرجة أنه هو كشف التفاصيل عن خطة لإثارة الفوضى في قلب إيران فكرنا حضرتكم المظاهرات اللي أعقابت وفاة بنت اسمها مهسة أميني والمظاهرات ديت اشتعلت لدرجة أن إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي خصص مجموعة من الأقمار الصناعية من أجل تغذية الشعب الإيراني بالإنترنت على أساس أن شعب إيران بمجرد ما يشوف المظاهرات ويصورها ممكن أن هم يحولوها فورا على السوشيال ميديا عشان يعملوا إثارة في قلب الدولة الإيرانية وإزاي النظام الإيراني نجح في أنه يتصدى لمظاهرات الفوضى تلك؟ وإن احنا خصصنا مجموعة من الحلقات بهذا القصوص الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وبريطانيا وإيلون ماسك والدنيا دي كلها على بعضيها بدأت تتحرك وقالوا إحنا لازم ندعم التظاهرات ديت لأن ديت التظاهرات الديمقراطية التي تدافع عن حرية الرأي والتعبير وما فيش حاجة اسمها أن واحدة تلبس الحجاب وإنت مال أمك؟ لو لا لها خصوصيتها؟ وإنت مال أهلك؟ إنت تتدخل في شؤونها ليه؟ وإنت بناء على أي أساس أن تدعم التظاهرات ديت في 2011 لما مظاهرات الفوضى والخراب المستعجل اللي حط على المنطقة العربية اللي أطلق عليها اسم ثورات الربيع العربي زورا وبوتانا المظاهرات ديت ما فيش دولة غربية أعلنت أن هي بتدعم هذه التظاهرات بشكل مباشر بينما الحقيقة كانت مدعومة على أخطر ما يكون بعد تدريب مجموعة من الشباب في قلب المنطقة العربية اللي ضخوهم في قلب المنطقة فقادوا عملية الفوضى في قلب الدولة الإيرانية فجئنا بأن كل الدول الغربية بتعترف صراحة أن هي بتدعم هذه التظاهرات في قلب إيران الحقيقة ما كانش لها علاقة أساسا لا بحريط رأي ولا بتعبير شفنا مجموعة من الفنانات الراقصات في قلب الولايات المتحدة الأمريكية وفي قلب أمريكا اللي يقولك إيه أنا هقص شعر أهوت تضمونا مع مهسة أميني وتضمونا مع تظاهرات إيران وحية أمك طب أنتم ما بتضمونش دلوقتي أساسا مع الشعب الفلسطيني ليه طب فين أصواتكم طبعا كل الكلام ده كله اللوبيات اللوبيات المصالح هي التي تحكم وتتحكم وتدير من أجل تعباقة الرأي العام الدولي ضد دولة إيران نجح النظام الإيراني في أنه هو يتصدى لهذه التظاهرات وهو حطت رجل على رجل وخرجت إيران من هذه التظاهرات أقوى من زي قبل شوفوا بقى حضرتكم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت اللي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي ما بين شهر يونيو 2021 لشهر يونيو عشرين اتنين وعشرين كتب مقال بجريدة الولستريت جورنال الأمريكية قال في المقال ده ايه؟ دعا في المقال بتاعه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للعمل سويا من أجل إسقاط النظام الإيراني لبر حمك مركز المشاكل بيسبب لنا مشاكل يعني مش عجبنا النظام الإيراني ده احنا لازم نتخلص منه لأنه هو عمل لنا صداع طبعا الطبيعي أن إيران تعمل صداع الولايات المتحدة الأمريكية لأن تعتبر إيران بمثابة ركزة أساسية في القوة العسكرية في قلب منطقة الشرق الأوسط هي اللي عاملة كله الأمريكا زي ما سوريا كتعملة كده ولازالت بتعمل كده وبناء عليه أول حاجة هرر أن هما يتخلصوا منها إيران وسوريا سوريا دولة مواجهة ودولة ممانعة إيران الخطر القادم في قلب منطقة الشرق الأوسط اللي هيخل بالتوازنات كلها وصف نظام طهران بمركز معظم مشاكل الشرق الأوسط والإرهاب العالمي من اللي بصدر الإرهاب؟ الجماعة اللي صدروا الإرهاب لقلب المنطقة العربية سنة 2011 الناس اللي بتمارس الإرهاب على أخطر ما يكون في قلب قطاع غزة إلى درجة أن هما قتلوا أكتر من 21 ألف بني آدم أعزل في مواجهة جيش الاحتلال؟ من اللي يصدر الإرهاب للمنطقة؟ الناس اللي صنعت التنظيمات والقوى الإرهابية والمرتزقة في قلب المنطقة ولا الشعوب العربية والإسلامية اللي عاوزت عيش في سلامه في ستيرة؟ من اللي يصنع الإرهاب؟ وقال نفتل أن هناك طرقنا عديدة لإضعاف إيران يعني مجاحة بدأ يحدد بقى إزاي أن نحن نسقط النظام الإيراني قال نفتل أن هناك طرق عديدة لإضعاف إيران من بينها تمكين المعارضة الداخلية يعني مش ديمقراطية لا 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 أن نحن نمكن المعارضة الداخلية نقو جبهتها زي ما عملوا في مصر قبل كده وزي ما عملوا في تونس وزي ما بيحاولوا يعملوا في قلب الدولة السورية وفي قلب العراق وعملوا قبل كده في اليمن وعملوا قبل كده في ليبيا معارضة بقى أنا بندعم الديمقراطية عم الحج ديمقراطية مين؟ أنت بتدعم الفوضى والخراب المستعجل والمخطط بتاعك اللي أنت عاوز تنفزه قد فيه طرق اللي هي تمكين المعارضة الداخلية وضمان استمرارية الإنترنت أثناء الاحتجاجات ضد النظام الإنترنت سوشيال ميديا نفس اللي عملوه سنة 2011 مجموعة من الشباب شباب الإنترنت أخذوهم تربوا مجموعة منهم تربوهم إزاي يستخدموا السوشيال ميديا في مواجهة الأنظمة الحالية بدأوا يقود المواجهات بدأوا يطرحوا الشعارات من نوعية يسقط يسقط حكم العسكر والكلام الفاضدة كله كانت الشعارات ديات مصنوعة على أخطر ما يكون داخل مكاتب أجهزة الاستخبارات الغربية انساقت الشعوب العربية سنة 2011 وراهم ظنا منهم أن دولي بيمثلوا الديمقراطية في أبهى الحلل بتاعتها النتيجة أن الشعوب العربية استيقظت ذات يوم واكتشفت أن هي شربت أكبر مقلب في تاريخها أن هما لو الشعوب العربية بأيديهم تمروا الدول بتاعتهم لولا سترت ربنا على دول زي مصر وتونس ودولة زي سوريا بتعاني الأمرين حتى اللحظة الراهنة لولا سترت ربنا كات الدول ديت كمان راحت في شربة مية قال أني ضمان استمرارية الإنترنت أثناء الاحتجاجات ضد النظام وتعزيز أعداء إيران وزيادة العقوبات والضغوط الاقتصادية وقال أن إسرائيل لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك بمفردها ودع الولايات المتحدة الأمريكية أن هي تقود هذه الجهود وقال أن إسقاط النظام الإيراني لا يتطلب حربا واسعة النطاق تماما مثل انهيار الاتحاد السوفيتي الذي لم يتفكك بسبب الحرب الشاملة وإنما بسبب الأزمات الداخلية المقترنة بالضغوط الخارجية اللي مرستها أمريكا نفس اللي احنا عملناه مع الاتحاد السوفيتي لازم نكرره مع دولة زي إيران وكشف نفتالي أنه عندما أصبح رئيسا للوزراء في يونيو 2021 قرر تغيير التعامل مع إيران وقال أنا أخبرت رؤساء الأجهزة الأمنية التلاتة اللي هم الجيش والموساد والشباك اللي هو جهاز الأمن الداخلي إن هدفي هو تجنب الاشتباكات المحلية مع حزب الله وحماس إذا كان ذلك ممكنا بشكل معقول ووجه طبعا بدرب العمق الإيراني مرتين قبل كده ثم قال بدلا من ذلك يجب أن نركز موارد الأمن القوم الإسرائيل على إضعاف عدوانا الرئيسي إيران إحنا ما نروحش لحزب الله وحركة حماس وإلا الكلام ده كله نستثمر إمكانياتنا في مواجهتهم وبالتالي هنستنزف القدرات بتاعتنا دي إحنا نركز على إيران قس المشاكل بالنسبة لهم مش عشان هي بتاعت مشاكل لا القوة الإيرانية قادمة بقوة فكرنا حضرتكم التحذيرات التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الزرية لما قالت بالحرف الواحد إن دولة إيران نجحت بشكل قوي جدا فإن هي توصل إلى درجة خصابة يورانيوم وبدأت تقترب من تصنع قنبلة نووية حدث ذلك رغم فرض العقوبات ورغم حزم العقوبات المتتالية ورغم الضغوط ورغم محاولة إثارة الفوضى جوة الدولة الإيرانية ورغم ذلك نجحت إيران فإن هي تبني القوة العسكرية والقوة النووية بتاعتها بشكل غير عادي وأصبحت قوة غير عادية في قلب المنطقة نفتالي بنت إسرائيل نفذت عمليتين داخل إيران وهذه طرق إسقاط إيران بنت يكشف عن أوامره لضرب إيران مرتين ماذا حدث في 2022 طبعا ده بعدهم ولا يمكن بقيت حال من الأول أن الدولة الإيرانية تروحها بقا كده لأن إيران عرف المخطط ده وبناء عليه مستحيل أن هم يزيحوا دولة إيران عن منطقة الشرق الأوسط إيران عمل زي الشوكة تدهرو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر